مجهر الوصاية الامريكية الايرانية يوضع الكاظمي وترصد تحركاته وتقيم توجهاته السياسية الى اي جهة سيميل او في اي حضن سيرتمي الامريكي ام الايراني فهو الرجل المثير للجدل في تاريخه السياسي وطريقة تنصيبه وظروفها اهو رجل واشنطن ام طهران تستغل واشنطن الظروف الاقليمية وخصوصا في خصومتها مع ايران لتعلن عن اجتماعات ومباحثات مطولة مع حكومة بغداد في شهر حزيران القادم واضعة في رأس اولوياتها ضرب النفوذ الايراني عبر استهداف ميليشيات الحشد والسعي لتجريدها من سلاحها ورأت ان الكاظمي قد يحقق ذلك لكن مسؤولين في الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه دونالد ترامب راقبوا بحذر زيارة الكاظمي بعد تنصيبه مقرات ميليشيات الحشد ورأوا فيها محاولة من الكاظمي للحفاظ على حبل التواصل مع ايران وعدم الرغبة في نزع عباءتها وبناء على ذلك اقترحوا على ادارة ترامب ان تشدد في اجتماعها مع حكومة بغداد على ضرورة نزع سلاح ميليشيات الحشد وإلا فان عقوبات امريكية قاسية ستفرض على العراق اضافة الى انهاء المساعدات العسكرية الامريكية للقوات الحكومية في العراق كما اقترحوا نشر قوات امريكية جديدة وتعزيز القواعد العسكرية الرئيسة في العراق لاستهداف ميليشيات الحشد وتكثيف الغارات الجوية عليها على الطرف المقابل ما زالت ايران تنظر الى الكاظمي على انه مقرب منها ورأت في تودده لميليشيات الحشد رسالة واضحة لانضمامه الى معسكرها صحيفة كيهان الايراني المقربة من علي خامنئي ذكرت ان زلزالا ينتظر المنطقة ستحدد حجمه ومداه ما سيخرج به الكاظمي من نتائج خلال الاجتماع المرتقب بين بغداد وواشنطن وهو ما عده مراقبون بانه تهديد مبطن تشابك الدور الامريكي والايراني المعقد في رسم خطوط العملية السياسية في العراق يجعل من الصعب استحواذ اي طرف على الساحة السياسية بكاملها فلا الكاظمي ولا غيره بامكانهم جعل العراق ذات بعية احادية الا اذا وقع صراع امريكي ايراني مباشر يعيد الفائز منهما انتاج حكومة احتلال جديدة تكون كاملة التبعية له اشتركوا في القناة